شكرا مصطفى التسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أدان رئيس عبدالفتاح السيسي الحادث الإرهابي بغرب سيناء وقال عبر صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي إن أبناء الوطن من المخلصين ما زالوا يلبون النداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن وأكد رئيس السيسي أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب هذا وتقدم رئيس السيسي لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء متمنياً الشفاء العاجل للمصابين دعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها نعى اتحاد قبائل سيناء شهداء القوات المسلحة وأكد أن موكب الشهداء الأبطال من القوات المسلحة المصرية لا يزيدهم إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة الطريق بجانب الجيش حتى القضاء على آخر إرهابيين على أرض سيناء أدنى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بالشدة الهجوم الإرهابية الذي استهدف محطة مياه غرب سيناء وأكد أبو الغيت مجدداً دعم جامعة الدول العربية وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرار وصون أمنها كما أعرب أبو الغيت عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبدلها مصر من أجل مكافحة الإرهاب واستقصال جذوره أدنت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابية الذي وقع في غرب سيناء واستهدف عناصر من الجيش وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة على مدى عقود كانت ولا تزال الشريك القوي لمصر في مواجهة الإرهاب في المنطقة وأعربت الولايات المتحدة عن عميق تعازيها للأسر التي فقدت أحباءها في هذا الهجوم الشنيع دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة وأوضحت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان سيخضع لإجراء بعض الفخصات الطبية قال رئيس الأوكراني فلاديمي زيلنسكي إن أكثر من 300 مدني تم إنقاذهم من مجمع أزوفستال الصنب في ماريوبل وأضاف زيلنسكي أن السلطات تركز الآن على إجلاء المصابين والمصعيفين إضافة إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لكل سكان ماريوبل والبلدات المحيطة بها أما رياضيا ففاز الأهلي على ضيفه وفاق السطيف الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور نصف نهائي لدور أبطال إفريقيا وسجل رباعية الأهلي كل من بيرسي تاو بواقع هدفين وهدف لكل من طهر محمد طهر ومحمد شريف هذا ومن المقرر إقامة مباراة الإياب السبتة المقبل بالجزائر نهاية منجزة تساعة هنرجع دلوقتي المصطفى وهدير عشان يكملوا باقي الفقرات صباح الخير يا مصر إليك يا هدير اشتركوا في القناة